نازحوا العراق في محنتهم المستمرة منذ سنوات لا مخيمات صالحة للعيش تخفف معاناة تغربتهم القسرية ولا ديار عامرة يعودون إليها بعد أن ظل الخراب والدمار سيد الموقف في المناطق المنكوبة دون أي خطط إعمار حكومية لا حاليا ولا حتى مستقبلا كما يبدو قضى أوبيجي في صراح الدين أحد الأقضية المنكوبة بفعل العمليات العسكرية وأهله بين مشرد ونازح وفقير ينتظر تعويضات لبناء بيته لكن دون جدوة يقول لك الميزانية أو يرجع لك المعاملة ورسنة يقول لك ها المعاملة ما منجزة ونطالبهم بإنجاز المعاملات في أسرع وقت ومساعدة المواطنين لأن العوائل ما رجعت القضاء بيجي بسبب أنه لا أحد مادة ابناء ولا أحد شيء ولا الحال تعبان الوضعية تعبانة فمنين المواطنين يرجع ويطالبون بالرجعة وهو الحال تعبان متضررون كثر بشكل كلي وجزئي فقدوا منازلهم وقدموا إثباتاتهم إلى الجهات المسؤولة عن التعويضات سنتان ثلاث أربع وهم في انتظار ولم تصرف لهم المبالغ اللازمة للإعمار أو حتى جزء منها من أهل بيجي سوانا معاملة مال تعويض عندي بيتي محروق ومفلش ورايح وعندي محلات تسع محلات بالصناعة ولحد الآن مشي معاملات أكثر من سنة صار أني مشينا معاملات العندة واصلة والعندة كذا محسوبية ومنسوبية تمشي معاملته ويستلم وإحنا الناس الفقراء ما حل يمشي لنا معاملات ويعز متضرر بيجي عدم صرف مبالغ التعويضات إلى تجاهل المسؤولين في بغداد لمعاناتهم وتذرعهم بعدم توفر الأموال لدى الدولة نعم هي الدولة ذاتها التي شهدت ميزانيات وصفت بالانفجارية وكلها أهدرت في صفقات الفزات قدمت معاملة التعويض طلعت البغداد ورجعت وما أعرف شو اللي صار بيها ألم أن قسم تعويضات صلاح الدين ما قصروا رفعوا المحاملة وما حصلت أي شيء سبب التأخير بغداد بغداد أخروا للمعاملات وماكوا منع فلوس فرجعت المعاملة حسنا بقسم تعويضات صلاح الدين حال متضرر قضاء بيجي هو صورة مصغرة عن مئات الألاف من المتضررين والنازحين في مدن العراق انتظار على رصيف الجمر لفرج لم يأتي حتى الآن في ظل وجود هذه العملية السياسية الفاسدة